ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وأشوفها بالهند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر راح تكون موجودة وعندي أيضا البرودكتري البرودكتري اللي هي الدورية ملتها قد تكون دوريتها نهارية أو لليلية حتى أنه أنا لما أعرف أن الدورة الدورية ملتها ليلية لازم أنا أخلي بالي أنه ساعدني على أنه من هي المايكروفليارية اللي تكون الدورية ملتها ليلية أو تكون دورية نهائية لأنني هعتمد بالتشخيص على المايكروفليارية المايكروفليارية أما تكون الدورية ملتها أما نهارية أو ليلية إذن عندي الطول بالنسبة للوركاريا بنوغروفت الطول ملتها تقريباً من 200 إلى 300 نانوميتر اندايميتر بالنسبة للبرجي ملاي من 220 إلى 250 نانوميتر اندايميتر الشيط طبعاً هنا الشيط بيكون موجود بثيناتهم وعن طريق صبغة القمزة ستين أقدر أدور وأشوف شكل الغمج البودي كيرفت طبعاً البودي كيرفت هنا يكون الإنحناء منتظم بالوركاريا بنوغروفت لكن هنا يكون إلتوا عملتها غير منتظة هنا سيفائلφο منحن صغير في الوركاريا بنوغروفت بينما هنا في البرجي ملاي يكون سعيد 제일 중요 Muquly اللي هنا قلنا المهمة اللي الشي المهم أنه نيوكليا اللي تكون بالنهاية الخلفية نحنا بالنهاية الخلفية قلنا بالبرجي ملاي أنه تفتاز عن الطرف الخلفي أو النهاية الخلفية تكون حاوية على الشيط بدو نيوكليا بينما بالوركاريا بنوغروفت لا نيوكليا موقعها سيكون لدينا الوركاليا بنقومفت ستكون موجودة بالدم وموجودة بسواء الهايدرو سيليا فلويد وأيضا الكيلوس يورن أيضا تكون موجودة في حالة إصابتها لجهاز البولية ستكون موجودة بالكيلوس يورن السبب لظاهرة الكيلوس هو نتيجة ارتشاح المواد اللنفاوية ستنزل للبول تنطيل الحليب تنطيل اليورن شكل لون يشبه شكل لون الحليب الدورية طبعا هنا اثنيناتهم النقطي تيرنل الثيناتهم الدورية تكون بالنسبة للوركاليا بنقومفت وبرقية ملايف ثيناتهم تكون الدورة ملتهم ليلية إذن أكد على التشخيص أنه لازم أني أسوي مسحة من البلد السمير مسحة من الدم لكن أخلي بالي أنه المسحة أو الدم أغفر من وقت العشرة بالليل إلى حد تنتهم بالليل لأن ليش تكون المايكروفاليريا تكون موجودة بكميات كبيرة ومتركزة بكميات كبيرة بمجرى الدم أما بالنسبة لللواء اللي راح نحكي عليها بنهاية المحاضرة اللي هي حشوفها أنه تمتاز أن الدورة ملتها تكون نهارية إذن الدورة اللي تكون ملتها نهارية لازم أكد على البلد السمير أنه أخذها وقت النهار حتى أدور على وجود المايكروفاليريا المايكروفاليريا اللي تعود إلى طفيلة اللواء اللواء إننا عندي الباكتر الماضي في الوسطي اللي راح ينقل الإصابة اللي هو عندي المسكيتوس اللي هو عندي البعوض اللي يكون من نوع المانسونة ونوع الإدكس عندي البعوض المسكيتوس هو يعتبر هو الباكتر هو الناقل للمرأة اللي بالسابة دورة الحياة طبعاً أنا هنا دورة الحياة عندي الناقل هو منوى عندي المسكيتوس البعوض يأخذ وجب الدم من الإنسان طبعاً مني يأخذ وجب الدم من الإنسان راح يحقلي l-infective stage إذن البعوض اللي هو اعتبرهальный intermediate house أو اعتبره الناقل يكون حاوي أو حامل لي l-infective stage l-infective stage هو لاربي 3 إذن عندي المسكيتوز راح يحقلي الانفكتيف ستيج بجلده بالدم يعني يحقليها بالجلد عن طريق الجلد راح تروح للأوعية للنفاتك بزرس لما توصل للنفاتك بزرس ساح تبدي انه تتحول الى دودة بالغة هذا اللاربي تحول الى دودة بالغة بعدين راح انه الدودة بالغة تبدي تنطيني المايكروفاليريا المايكروفاليريا راح تروح للبلد تاجر للبلد ستريم مجرى الدم تجي المسكيتوز مرة ثانية في اثناء الليل تجي تاخذ الوجبة الدم لما تاخذ وجبة الدم راح تاخذ المايكروفاليريا المايكروفاليريا احنا قلنا انه تكون تمتاز انه هي تكون مغمدة تكون حاوية بالشيث وهذا الشيث تاخذ من غشاء البيضة هذا الشيث طبعا لما راح تروح للمعدة من البعدة ما للمسكيتوز راح انه بفعل الانزيمات الهاضمة راح تفقد هذا الشيث او الغشاء فبعد ما تفقد الشيث او الغشاء راح تروح المايكروفاليريا راح تروح للثوراسك مصر العضلات الصدرية للحشرة الناقلة اللي هي المسكيتوز بالثوراسك مصر راح تتعاني من الموتنج الموتنج هي الانسلاخات او انه تتحول من اللاربي يعني لاربي 1 و لاربي 3 الى ان توصل بعد ذلك اللاربي 3 راح تروح الى بروسكوب الى الخرطوم اه توصل للفم او الخرطوم ما للفم وبعد ذلك لما تجي تأخذ وجبة دم للانسان تحقلي اللاربي 3 اللي هي تعتبر الانسان استفتام العلامات السريرية اللي راح اول اعراض اللي راح اشوفها على الشخص المصاب بالبرقيريا ملاي انه اشوف انه اول طور الطور الاول اسمي اسيبتوماتيك فيس الطور اللي الطور الاول اللي هو بدون يعني بدون ظهور اعراض مراضية عند الاصابة الاولية راح نشوف ما تظهر اي علامة سريرية لكن اشوق تبجي تظهر العلامات السريرية في حالة انه الماكروفيليرية تبجي بالمتوريشن لما تنضج الماكروفيليرية راح اشوف تبجي الظهور العلامات السريرية على الشخص المصاب البرقيريا ملاي احنا ذكرناها تعتبر هي واحدة من ابرز العوامل المسببة لحدود دائر الفيليريات اللنفاوي طبعاً نحن عرفنا دائل الفيريليات اللنفاوي أو ما سميناه الاليفينثوسيز اللي دائل فيه قلنا إنه عبارة عن تورم هذا التورم وراح يصير بالأطراف الخلفية طبعاً هذا الدزيز يعني رح أشوفه أنا بالبداية رح أشوفه وين وجود المرض أو وجود وين بالأوعية اللنفاوية طبعاً بالأوعية اللنفاوية كرد فعل للطفالي رح أنه يصير بها خلل بالجهاز اللنفاوي من العلامات المميزة اللي رح أشوفها على الشخص المصاب بالبرقيريا ملاي طبعاً أكو علامات هي مشابهة للعلامات اللي شفناها بالواركاريا بالنغروفوت اللي هي عندي أول علامة اللي هي البيبار ثاني علامة اللنفو أدينايتس هي التهاب العقد اللنفاوية لنفنجايتس هي التهاب الأوعية اللنفاوية عندي اللنفو أديما اللي هو معناتها الألفينثوسيز اللي هو دائل فيل وعندي secondary infection bacteria هل سأجي أعرف شنو اللمفو أدينايتس اللمفو أدينايتس هو عبارة عن التورم اللي رح يصير بالعقد اللمفاوي أشوف العقد اللمفاوية رح يصير بها سوولنج طبعاً شوكل يصير عندي سوولنج بالعقد اللمفاوية في بداية في البداية يعني أنه بعد الماكروفولير يريد تكون تكون غير ناضجة هذا هو هذا الشوفون عندي هذا هو التورم اللي رح تشوفه بالصورة هو هذا أسميه اللمفو أدينايتس التهاب العقد اللمفاوية أو تورم العقد اللمفاوية اللمفنجايتس اللمفنجايتس هو عبارة عن التهاب باللمفاتكفزوس التهاب بالأوعية اللمفاوية طبعاً هذا شوكت يحدث يحدث بعد بعد ما تصير ماتوريشن بالمايكروفوليريا طبعاً إحنا هنانا الوعاء اللمفاوي طبعاً لمن يبدي يلتهب أو لمن يصاب أو يصير بيه التهاب طبعاً شون يبدي الوعاء اللمفاوي يعني يتوسع ويبدي يبدي إلين والجلد اللي فوق الوعاء اللينفاوي رح يبدأ يحمر ويكون small يعني يشعر الشخص أنه أكون حرارة самогоüss تحت الجلد بعد ذلك نشوف بسبب الايكرو فاليرع رح نشوف أنه ستتكون ابسopaths وتكون alpha هذا هو تجرينياة الأيكرو فالآنا اللي هو سبب حدود اللايم früher طبعا هذه ستتكون لايمtil حطبعاً هذا اللينفا تتكون الأيكرو فاليرعي أنسرو بسبب اليكرو فالaser اللمف هو أجرامه، من الأعلام السريع الثالثة اللمف هو أجرامه أو قدم الفيل هو عبارة عن تضخم بالأطراف دائماً بالساق أو بالذراع هذه الشيء الاشتراح بسبب أنه التضخم الي يصبح بالأوعية اللمفاوية الشح يقود إلى انسداد يعني الانسداد بالأوعية اللنفاوية هذا الانسداد الشر رح يحدث يحدث بسبب أما أنه الدودة يعني يعني سلها داد تموت أو أنه بسبب بسبب الانفليميشن أو تليف الالتهابي أو أنه بسبب الورم بسبب التفاعلات الورمية الحبيبية إذن عند جاء الفيل رح يسبب تضخم الأطراف تضخم الأطراف النهائية اللي هي لما تضخم الأطراف النهائية رح يسوي هذا تهيج مستمر للأوعية اللنفاوية لما يصير تهيج لأوعية اللنفاوية رح ينسد الوعاء اللنفاوي إذن الوعاء اللنفاوي سبب الانسداد ما تر أما يكون قد أن الطفيل يصال لديث أو أنه سبب تليف الالتهابي أو بسبب التفاعلات الورمية الحبيبية هذا ما يؤدينا إلى أن ينتجنا داء الفيل وداء الفيل قلنا دائماً ورح يكون يرتكز الأصابات بتكون في الأطراف الخلفية اللي هي الليكس اللي هي الساق والانس الذراع هذا هو الالفينثوسيس الدياغنوستيك شون رح أشخص الشخص اللي مصاب يعني بيرقي ملاي أشخص عن طريق إحنا قلنا الدياغنوستيك استيج التطور التشخيصي هو عندي أنا منه الماكروفليارية الماكروفليارية تمتاز أنه الدورية ما لست تكون ليلية إذن أعتمد بالتشخيص على الماكروفليارية الماكروفليارية طبعاً هي أنا حسوي بلد سمير بلد سمير أنه أخلي بالي لازم أني شخص المصاب أخذ منه العين من ساعة عشرة بالليل حسن ساعة ثنتين ليش؟ لأن الماكروفليارية تكون موجودة بلد سمير تكون موجودة بمجرى الدم لأن هي عندها حجرة حجرة ليلية إذن مع بالك رح أسوي تك بلد سمير وأجي أصبغها بصبغة القمدة أو صبغة الهيمة توفصلين عن الأيوفين وأدور أو لاحظ وجود الماكروفليارية على أنه أدور على المايكروفليارية عن طريق الفحوصات السيرولوجية في حالة الإصابة بالبرغيريا ملاي رح أشوف أنه الآي جي جي يكون يرتفع في حالة الإصابة بالفليريوسيز التريتمينت التريتمينت أنا أقدر أستخدم الداي أثيل كربا الكربامازايد اللي هو يعتبر دراكتوز أقدر أستخدم دكتوسر سايكلين أنطي ميلي جرام يوميا لمدة يعني لمدة أربعة إلى ستة أسابيع في حالة الشخص إذا كان عندي الفينتوسيز دا الفي لازم أخلي بالي أنه الكيموترابي يكون غير فعال لازم أنه أسوي تداخل جراحي حتى أنه أشير التلاييفات أو تغيرات اللي فيه أو اللي صارت بسبب حدوث بسبب الإصابة الطفالية أقدر أستخدم الليفاموزول الليفاموزول هايدروكلورايد أيضا أستخدمه في علاج يمكن استخدمه بالوركاليا بالنغروفة بالإضافة يمكن أيضا أن أستخدمه بالبرغيريا ملات أيضا عندي في حالة الليفاموزول أقدر أستخدمه في حالة في حالة البرمراني إيزونافيلية في حالة فرط الحمضات اللي تطير بريئة ثم أقدر أيضا أستخدم الإيفر مكتين. الإيفر مكتين أيضاً أقدر استخدمه بالأشخاص اللي راح يصابون بالبابلديريا ملايك. البروينشن. البروينشن والكنترول. الشور راح أسيطن آني على المنطق. احنا قلنا الناقل للمراب اللي هو المسكيتوز. لازم أخلي ببالي أنه أفضل طريقة للوقاية من جاء الفيلياريات اللنفاوي. أنه لازم أخلي هو أفويد مسكيتوز بيتس. أنه أتجنب لدغات البعوض. طبعاً البعوض هو اللي راح يحمل الاربي 3 أو الاربي 3 اللي راح يلدغhooting الأنسان. مما الك passedة بية في التي هي الساعات اللي هي بين ديسك و درام. اللي هي بين الساعات المتأخرة من الليل وبين الفجر. هذه الفترة لازم أخلي ببالي أنه هذه الفترة هي الفترة اللي راح يسوي بتل الإنسان. لما يسوي بتل الإنسان لازم إذا كنت ساقنا في منطقة حاوي على اللنفاتيك فليريوسيز لازم أخلي بالي أنه أنام لازم أنه أنام في منطقة أو في غرفة لازم بهت تكييف هوائي أو أنه حتى إذا نمت بالعراء لازم أخلي بالي أنه لازم أنه أستخدم شبكة هذه الشبكة تمنع وصول المسكيتوز المسكيتوز للشخص للإنسان والشي ثاني لازم أخلي الوقت أخلي بالي الوقت اللي راح يسوي المسكيتوز بي البت للإنسان اللي هو بين الساعات المتأخرة من الليل إلى الفجر أخلي بالي أنه بهذه الفترة الشخص النائم لازم أنه يرتدي يعني يرتدي بناطير أو يعني سراوير تكون لازم هي تكون طويلة والشي الثاني لازم أنه الجلد اللي بكشوف يستخدم أنت يعني يستخدم مباردات أو طاردات البعوض على الجلد على الجلد المكشوف النوع الثاني النوع الثاني من الفليريوسز اللي هو عندي الـ continuous phileria إذن أخذت أنا النوع الأول اللي هو كان يشمل لي الوركاريا بنقروفز وعندي برقيريا ملاي أجل أن أكمل النوع الثاني من التشو نيماتوج اللي هي الـ الفليريا الجلدية الفليريا الجلدية راح أخذ أول نوع اللي هو Dicお願い meadinalis أو يسموها Ginea Worm أو di agrone warm أو يسموها delays يسموها داء العظمً أو يسموهاiyetل أو يسموها دودة غينية أو يعني يسموها الثعبان الناري يعني حسب المناطق اللي ظهرت بها جدت superfic filmmaking طبعاً عندي Dic ashley Meadinalis اللي داء التينيات أو داء دودة الغينية طبعاً هذي نوع من أنواع الفونتينيوس اللي راح تنتقل للإنسان عن طريق أنه ما يسوي درينكيج للماء الملوث بمجدافيات الأرجل. مجدافيات الأرجل هي نوع من الحشرات المائية اللي تكون حاوية على الانفكتيف ستيج. طبعاً الطفالي وين يكون موجود؟ الطفالي اللي هو دايكروفاللس ميدينالس دائماً يكون مستقر أو يكون راح يعيش في المناطق اللي يكون بها اللي تكون بها المياه العذبة راكدة. أو المياه تكون غير نظيفة أو مياه راكدة. دائماً راح نشوف وين يكثر المراضي كثر في البلدان الأفريقية وخاصة عندي بالسودان وأثيوبيا. طبعاً الطفالي بعد السنة راح ينضج. الطفالي بعد السنة راح ينضج ويبقى وين تحت يعني ما يبقى مخزون أو يبقى تحت الجلد. تحت الجلد لما يبدي يبدي أنه يبدي أنه الطفالي يريد يساوي فانتريشة للجلد يعني يخترق الجلد ويطلع خارج الجلد أو يحطم لي البثور أو يحطم لي الحوايصلة اللي راح يساوي ليها بالجلد أو العقدة اللي راح يساوي ليها بالجلد. فدائماً أشوف أن الطفيلي يفضل المناطق اللي دائماً يتعرض للبرودة الطفيلي وين يكون تحت الجلد وخاصة بالقدم القدم لما يخليها الإنسان بالماء أشوف أن الطفيلي راح ينجدد نحو المناطق اللي تكون بها البرودة الطفيلي راح يبدي يسوي ألم وسوي حرقة فيضطر الإنسان يخلي رجله بمكان بارد حتى يخفف من الألم فلما يخلي رجله بمكان بارد هذا يشجع الطفيلي على أنه يسوي لي ربشر تحطيم للحويصلة أو تحطيم للعقدة حتى أنه يطلع من الجلد وين يروح ينزل بالماء لما تنزل الأرضي بالماء تبدي مجدافيات الأرجل تأخذ الانفكتيف استيج وتبدي دورة حياة الطفيلي عن طريق المجدافيات الأرجل اللي هي السيكلوكلوبس كابودا هي اللي راح تنقلي المرض للإنسان راح نطلق إلها بدورة الحياة عندي الديكروفاللس اللي هي ديكروفاللس ميدينالس هي تعتبر واحدة من أكبر الديدان المدورة الكومون نيب الاسم الشائع عدة أسماء اللي هي قينيابيك أو الفيري سيربنت اللي هي تسمى الثعبان الناري ليش أن نسوي ألم وحرقة بالمكان اللي هي موجودة بي تحت الجلد لذلك يسموها بالثعبان الناري المرضى اللي يسبب بالسبب ليه هو الديكروفاللس الإنسان يعتبر هو المضيف النهائي بالإضافة إلى الكلاب الحيول الكتل الأبقار بالإضافة إلى المونكي الانترميدينت هوس اللي هي مجدافيات الأرجل المائية اللي هي سميها سيكلولوبس كابودوس الكابودوس هي هي تعتبر النوع من الحشرات المائية هي اللي راح هي اللي تكون حاملة للإنفكتيف ستيج هي عن طريقها عن طريق الانترميدينت هوس راح تنتقل الإصابة للإنسان والطفائي لي أبليقتري براتاي الطفائي لي إجباري وأوفا بالي باراس الانتشار الجغرافي طبعا الانتشار الجغرافي إحنا قلنا أكثر شي هو وين يكثر في المناطق الأفريقية خاصة بالصب سرهان اللي هي السواحل الصحراوية وأيضا في مورتانيا وأيضا بقينيا منطقة قينيا ومنطقة كوغا ومنطقة مالاي وغيرها من المناطق الأخرى نلاحظ أن 93% من الأصابات نحن نشوفها بالنيجيريا ونشوفها منطقة دينيا ونشوفها أيضا بالسودان طبعا ليش هذول بالإضافة إلى المناطق اللي تكون خاصة القرى القرى التابعة أو الأرياف أو المناطق النائية اللي تمتاز بها كثرة الينابيع أو الجداول المائية اللي تكون بؤرة أو تكون البيه مالتها راكدة بتكون بؤرة للكبادة بؤرة للمنظيف للمنظيف الوسطين اللي هو راح ينقلي ينقلي المرض للإنسان عندي خاصة من مناطق النائية أو القرى النائية عندي الهند وعندي اليمان شكل الطفيلي طبعا الأدلت فيمل هي تكون هي لالجربان فيمل وعندي يتمتاز أنه الطفيلي الموت مالتا يكون هو يكون صغير ويكون حاوي على صفائح هذه الصفيحة يعني تكون حاوي على صفيحة مثلثة الزوايا الفم يكون صغير يكون مثلث وإلى صفيحة صفيحة تكون هذه مربعة يعني مربعة الشكل وعدنا الشفاه تكون معذوبا بالمية الأن فيمير وأيضا المايكروفال يريل تكون موجودة في موجودة وتكون تنتج عن طريق الفيمير عندي lifed cycle اللي ينتظر للديكروكولاسفاليوسيس طبعا الأنسان راح يصاب عندما ي despertерм عندما ي Bazивать drinking unfiltered water الإنسان راح يصاب عن طريق أنه ما يشرب الماء هذا الماء يكون unfiltered اللي يكون الماء غير ملوث الماء غير مرشح واللي يكون حاوية على الـ Intermediate House الـ Intermediate House اللي هي سمينا الكوبودوز الكوبودوز اللي هي نوع من أنواع المجاذيف المائية اللي تكون هي حاوية على الـ Infective Stage اللي راح ينقل للإنسان عن طريق أنه ما يشرب المي الملوث بالكوبودو إذن بعد ذلك الكوبودو لما راح يروح للإنسان راح يروح للإنسان راح يروح للمعدمان الإنسان وبالمعدمان الإنسان للأمعاد بفعل الأنزيمات الهاضمة المجداف أو الكاباد راح يموت بفعل الأنزيمات الهاغمة لما يموت الشرح تطلع لي تطلع لي اللارفي ثري اللارفي ثري طبعا وراء ما تنضج اللارفي وراء ما تنضج راح يعني ستتتحول إلى الأدلت وراء الأدلت ستنطيني ميل آن في ميل بعدين الفيميل البيل يموت والفيميل تبدي تنطيني يعني تنطيني المايكروفاليريا اللي وين حتكون تكون هي موجودة موقعها بالصبقات إنه وستشور أي إنه وين حتكون موجودة بالسكين اللي هي تحت الجلد تقريبا الفيميل راح تبقى ون ييرس الأنثى راح تبقى ون ييرس تحت الجلد طبعا لما تبقى الأنثى وين راح تبقى تبقى تكون لي عقدة أو تكون لي حواصلة أو تكون لي بي بلاستر اللي تحت الجلد وتبقى بيها يعني موجودة اللارفي مع ذلك نحنشوق إنه تحاول تنزل للأطراف السفلة ليش تنزل لأطراف السفلة تنزل من المناطق اللي تكون عرضة للبرودة يعني وين بل يجين كومنت إن كونتاكت وذواتر المناطق اللي تكون هي تحب البرودة لذلك راح تنزل تستقرب من المناطق اللي تحت الجلد اللي دائما تكون معرضة للبرودة فتبدي السبب لي الفيمال تحت الجلد السبب لي ألم وحرقة بالإنسان ويبدي الإنسان يعني ميرتاح يخلي وين يخلي الرجل مالسا بالقلز واتر بالمي البارد بعد ذلك الدودة تحاول لأنه تتفجر الفقاعة وتخرج وطلع نراسة حتى أنه تبدي لأنها تدور المناطق اللي بيها المناطق اللي بيها برودة اللارفي راح تخرج إلى المي يعني تخرج عن طريق المي مجزافيات الأرجل تأخذ اللارفي اللارفي بعد ذلك راح تتحول إلى يعني تتحول إلى اللارفي ثري اللارفي ثري عن طريق شرب الماء الغير ملوث من اللي يأخذها الإنسان وتبدي الإصابة من جديد هنا نشون دورة الحياة إنه الإنسان راح يأخذ يأخذ الانفكتيف سيج يأخذ الانفكتيف سيج عن طريق شرب الماء الملوث بالكابودو هذا الكابودو يكون هو حاوي على الانفكتيف سيج اللي هو اللارفي ثري هنا اللارفي ثري ورح تروح تخترق يعني تخترق المعدة والأمعاء بعد ذلك ورح تروح راح تستطيع لما تنضج ورح تروح راح تروح تحاجر تروح بالأنسجة تحت الجلدية وتستقر تحت الجلد تحت الجلد راح تسوي لبلاستا نسميها حويصلة أو نسميها بثرة تبقى تقريبا سنة تحت الجلد بعد ذلك تبدي أنه السبب لي ألم وحرق بالرجل المال للإنسان شوفوا هنا تبدي السبب لي ورأنه تنزل تنزل دحو الأطراف الخلفية يعني بالمناطق اللي بيها برودة تبدي تسبب لي ألم وحرق للإنسان يضطر الإنسان أنه يخلي رجلة بالمي البارد أنه حتى يخفف من الألم تبدي تحطم أو تفجه للحوصلة وتبدي لارفي ون راح تخرج عن طريق عن طريقة جلد بعد ذلك الارفي ون راح تتحول إلى يعني الارفي ون تأخذ من قبل الكابوجو اللي هي المجاذيف المائية الموجودة بالماء تتحول إلى داخل معجة داخل معجة الكابوجو إلى الارفي ثري يجي يجي الإنسان يأخذ المجداف يعني يجي يأخذ المي الملوث بالكابوجو الحاوي على وهكذا تتكرر دورة الحياة ويصاب الإنسان الترانسميشن حتنا أنه الترانسميشن للإنسان أنه عن طريق شرب المي الملوث بالانترميديان أو ما سمينا سايكلو اللي اللي يكون حاوي على الارفي ثري الآن تم الأعراض السريرية إحنا قلنا الأعراض السريرية أو العلامات السريرية للشخص اللي راح يصاب بدا يكرا وقلص أنه تمتاز أنه ما تظهر أعراض المرض إلا بعد حوالي مرور عام بعد مرور نحن سبتم أتبيقل نوت تنوط تنوط أنتل أعوان ون يعني بعد واحد يارس راح نبدأ نشوف أنه الشخص راح تبدأ اللي تبجي العلامات السريرية أنه راح نشوف حمى خفيفة راح نشوف طفح جلدي هذا الطفح مثير للحق نشوف أنه دياريا نوزية نقول داينيزز يعني الدوران تبجي يعني تبجي اللارفي يعني تبجي اللارفي السبب لألم وحرقة والسبب لألم وحرقة حتى أنه تفجر هذه الفقاعة وتخرج لازم السبب لألم وحرقة هذا الألم والحرقة يخلي الإنسان يخلي يعني يخلي الرجل مالتا بالكولز ووتا إذن بعد ذلك هتطور عالة البثور في المنطقة السفلية طبعا البثور وين موجودة أكثر شي رح تكون موجودة وين طوالي أو دودة أيضا تستقلي تستقلي وين بالأطراف السفلية طبعا 90% من الحالات رح نشوفها وين موجودة بالليكس بالقدم وأيضا رح نشوفها موجودة يعني العقيدة رح نشوفها موجودة بمناطح أخرى من الجسم لكن أنه أكثر مكان رح نشوف بالساق طبعا هذه الحويصلة مش راح تطور يعني هذه الحويصلة تطور بعد يعني في غصون عدة أيام ورح يعني تسبب ألم حالق يعني هذا تسبب لبيران ألم حالق هذا الألم يخلي الإنسان وين يخلي يخلي الإنسان رجله بالمي البارد حتى أنه تتفجر الحويصلة يخفف من الألم تتفجر الحويصلة وتخرج السيلرريزنج للاردي تبدو اللاردي تخرج بالمي المضاعفات اللي راح نشوفها يعني تورم الجلد ردنس احمرار بالجلد راح نشوف إصابات أو آفات عامة نشوف خراجات يعني القفل الفك دائما في حالة أنه ما يصاب المفصل بأحد أنواع secondary infection bacteria اللي هي بكتريا تيتانوس بكتريا القذاس الانفكشن اللي راح آجي لي راح يأجي لي إنه راح يصير بخلل أو التهاب المفصل يؤدي إلى أنه يؤدي إلى التهاب المفصل لازم أنا أخلي ببالي إنه لما تبدو الدودة تخرج تبدو الدودة تفجر البلاستر لو تخرج لازم أخلي بالأ demás لازم أنا أسحب الدودة على راحة الدودة لازم أخلي بالأ 없어 ما أضغط وأسحبها لأن إذا أسحبها وصير تنقطع أو تنقطع أو تنقطع بالدودة راح أسبب لي حدوث التهاب كل الشديد فأخلي بالي لازم من أسحب الدودة أسحبها على راحة إيدي عندها يقنوا استكتب عن أني ما عندي طريقة موثوقة للتشخيص غير هي أنه طريقة التشخيص ماتي اللي يعتمد عليها عن طريق خروج أو ظهور الدودة البالغة من موقع البثرة من موقع الحويصرة من تخوج الدودة أخلي بالي أنه تبجي أو أشوف الرأس الدودة أخلي بالي أنه هذه الطريقة اللي هو أقدر بها هي هاي الطريقة اللي أقدر بها أميّل أني أسوي دياغنوستيك للدودة ظهور الإحمرار والحكة طبعاً وتحولها إلى تحولها إلى بثرة أيضاً يعتبر يعتبر من المركرات المهمة اللي عن طريقها أشخص الإصابة بالكوتريوس طبعاً والأشخاص المصابين برفلس انفكشن مصابين بأسابق سابقة هم يكونون أكثر يعني أكثر معرفتين بالمراض بالمراض التريتمنت أنا هنا ما عندي إدراك أو أنه فاكسين فعال حتى أعالج به الدودة فقط أنه العلاج مالتي المناسب هو أنه أسوي رموبة للووم يعني أزيل الدودة وأخيب وأسوي كير أسوي رعاية لمنطقة لمنطقة البثرة طبعاً أنا ما سأسوي أنه حتى أنه خلي بالي أنا من أشوفه بلاي بلاستر يعني أني بلاي بلاستر الحويصرة أو الفقاء اللي أحشوفها تحت الجلد أول الخطوة إنه أسوي أنه عمل يعني إن ب 2012 يعني أنه أغمر الرجل المالي المصاب بالماء البارد حتى أنه من أغمرها بالماء البارد أنه حتى أن الآرفي ستتحاول أسوي ربشر للبلاستر حتى أنه لمن تسوي ربشر سيفرج رأس الدودة لمن يفرج رأس دودة ؟ لازم أخلي بالي أنا إني حتى ألف رأس دودة أم� بالستيك يعني أما بأسة صغيرة أو قطعة من الشاشة وأبجي أنا على كيفي أن أسحب الدودة في حالة إن من أشوف قوة بالسحب أو مقاومة أتوقف حتى أنه أخلي بالي حتى أنه ما أسوي قطع الدودة الحد هنا أنا أتوقف يعني أخلي أقدر أستخدم أنتي باياتيك موضوعي حتى أمنع حدوث السكندري انفكشن بكترية وأخلي غاز على المنطقة المصابة وأقدر أستخدم الأسفرين أو الآيبوفرين حتى أنه أقلل من حدوث الإنفليميشن أو الألم اللي يصير وطبعاً هاي الخطوة أكررها احتمال عدة أسابيع الحدمة وأخلي الحدمة أسحب الدودة بالكامل من أشوف مقاومة أتوقف وأني ألف الدودة على عصا صغيرة وأني أخليها مثلا أنه أبقى أسحب الدودة قد طولي هاي العملية لذلك أسابيع الحدمة أسحب الدودة كاملة بعدين أنتي باياتيك موضوعي وأعقم يعني أعقم المنطقة أو عقم البثرة اللي كانت حاوية اللي خرجت منها الدودة حتى أتجنب حدوث السكندري انفكشن بابتريا عندي السبيتش الثاني اللي هي الأنكوس الأنكوسيركا بالفالس أو ما أسمي الأنكوسيركوسيس الأنكوسيركوسيس أسميها داء كلابية الذنب أو يسموها كلابية الذنب المتلوية إذن واحدة من المميزات المهمة أو العلامات المميزة ستسبب لي حدوث العمل طبعا هذه الدودة كلابية الذنب المتلوية تسبب لي حدوث الطفح الجلدي الطفح الجلدي مع حدوث الندك بالإضافة إلى أنه ستسبب لي العمل المرض ينتشر لي عن طريق أحد المرض اللي ينتشر عن طريق لدغة الأناف الذباب الأسود يعني بلاك فيه هي تعتبر الباكتر أو تعتبر الانترميدينت هاوس اللي هي راح تنقل الإصابة للإنسان لما تنقل الإصابة للإنسان لاربي راح تدخل للجلد مع الإنسان وتسبب لي طفح جلدي وتسبب لي تضخم بالعقد اللنفاوية بالإضافة إلى أنه قد تسبب لي تصل إلى العين وتسبب لي التهاب ملتحمة العين وبعد ذلك تسبب لي حدوث العمل تقريبا عندي 25 مليون شخص بالعالم يصاب بهذا الطفحيلي طبعا الإحصائيات اللي من 25 مليون اللي سووها شافوا أنه 300 ألف شخص أصيغ بالعمى وشافوا 800 ألف شخص صار بإعاقة أو اطراب بالبصن ويعتبر الأونكوسيركا بالفالس يعتبر هو المسبب الثاني بالعالم اللي راح يسبب لي العمى طبعا هو هذا الطفحيلي طبعا هو هذا النوع من الفليريوسس طبعا إحنا قلنا إنه ينتشر عن طريق من خلال عن طريق عفضة الذباب الأسود اللي هي تكون الحاوية على الانفكتيف ستيج هذا الذباب الأسود وين تتوالد؟ تتوالد بالجداول أو المياه الراكدة أو المياه العذبة ومن هنا جاءت التسمية بالعمى النهري يسموه العمى النهري يعني سبب العمى أنه هو الناقل اللي حاوي على الانفكتيف ستيج راح يعيش به بالقرب من الأنهار لذلك يسموه العمى النهري أو إنه وحدة بالمميزات اللي راح يسبب ليها الطفحيلي سيسبب لي خدوث العمى إذن الأنكوا سركة بالفالس هو نوع من أنواع النيماتود السبب للأنكوا سركة أو سبب لريبارس بلا اناس عمى النهري العمى النهري ليش rocky اللي هو وين يكون يعيش عيش في المياه العذبة أو بمياه الأنهار اللي يعتبر النفكة الأنكوا سركة بالفالس الإنترميدينت هاوس اللي هو أو سميته الباكتر الحق الأسود إذن البلاك فلاي هي اللي تكون حاوية على الانفكتب ستيج وعن طريقها رح تنقل الإصابة للإنسان الأنكو سيركا بالفالس هي تعتبر نوع من أنواع الفليارية تسبب لي مرض الأنكو سيركوسيز طبعاً تمتاز الطفيلية أنه يمتلك أربع ستيجات بدوة حياته أربعة هي الاربي وعدي واحد هو الأدالت الماكروفاليارية أيضاً تعتبر هي الدياغنوستيج وعندي الميل يكون دائماً هو أصغر من الفيميل والأنثى تعتبر هي أكبر من الأنثى أن الأنثى تعتبر هي أكبر من الذكاء ودائماً رح نشوف ورح يعيشون سبقة تنيوستيشو رح يحيشون بالأنسجة جلدية وخاصة بالعقدة اللي هو رح يكونها التفايلية رح يتكاثر داخل النجور داخل العقدة طبعاً الفيميل الدودة البالغة تقريباً تلطيني ألف مايكروفاليارية باليوم وتقريباً الدودة تستطيع العيش تحت الجلد تقريباً لمدة من عشر إلى خمسة عشر سنة الانتشار الجغرافي طبعاً الانتشار الجغرافي المرض يكون مستوطن بستة وثلاثين دولة المرض يكون مستوطن أو الطفيل يكون مستوطن بستة وثلاثين دولة طبعاً 30 من هذه الدول وينها سيكون موجودة في أفريقيا وسواحل أفريقيا والقرى التابعة لأفريقيا وأمريكا الوسطى يعني 80% من الناس سيكونون مصابين بالسواحل الأفريقية ويكونون مصابين بالطفايلين طبعاً عندي حالات الهايبرديميك التي هي تقريباً 90% من الأشخاص سيكونون حاملين للمايكروفاليريا طبعاً المرفرجية طبعاً التفايلية سيكون موجودة أما بشكل بيرز أو بشكل أزواج أو بشكل قروبات طبعاً تكون النهاية مالتا هو يكون نحيف وتكون النهاية مالتا مدورة يكون غير حاوي على الشفاء وبالإضافة إلى أن المحفظة الفمية تكون غير موجودة أيضاً يحتوي على حليمات عدد الحليمات الموجودة بالفم هي عددها أربعة ويمتاز النهاية الخلفية للذكر أنه هي تكون كيرلد يعني تكون هي ملتوية إلى الجهة البطنية المنكروفاليريا هنا ستنتاج أن تكون غير مغمدة لا تحتوي على غلاف أو غمض والنهاية مالتها تكون أحد النهاية تكون مالتها حاجة وتكون كيرلد تكون ملتوية هذه تكون الآؤية الأنكو سيركة في البالتس الأنكو سيركة في البالتس أشرح ان تنتقل العدوى للإنسان تنتقل عدوى للإنسان من طريق yen ملامًا could I find that's safe قلنا أنّ الذباب الأسود لما يأخذ ودبة دم للإنسان سيحقلي الريطة cheering والله أchtدخل من الأنكو في السحر HAVE A PARA 3 الاربي 3 يتحول الى طفايل لباله ويبدي ينطيني الماكروفاليريا اللي تكون غير حاوية على الغمي الماكروفاليريا بعد ذلك لما انتم بج راح تروح عمال الدم او تروح لليورين او تروح للسبتم او تروح للبلاد لما يأخذ وجبة دم راح ياخذ الماكروفاليريا بالمعيدة ما الانسان راح تهاجر بالمعيدة ما الانسان تخترق مع معدة الحشرة الناقلة بعد ما تخترق المعيدة راح تروح للعضلات الصدرية بالعضلات الصدرية راح تعاني من المونتق يعني انسلاحات تحول من الاربي تحول الى الاربي 1 بعدين الى الاربي 3 الاربي 3 راح تتهاجر الى الفم من الحشرة الناقلة اللي هي بلاك فلاي بلاك فلاي لما انتجي تأخذ وجبة دم راح تحقل الانفكتيف ستيج الموجود داخل الفم ملتها وهكذا تتكرر دولة اللايف سايكل للانكوسيركا بالبالس السبتم عندي العناوات السريرية الانكوسيركا بالبالس نخلي بالبالي انه هي تصيب عضوين اساسيين اللي هو الاسكن راح تسبب لي بالاسكن تكوين النودونس وسبب لي الدرماتيس التهاب الجلد وايضا راح تصيب لي العين والسبب لي التهاب الكونجاكتفايتز او التهاب قرانية العين الامامي او المتصلب راح تسبب لي حدوث البلانس البلانس يعني العمى ايه انا عندي سبق الكونجاكتفايتز او التهاب طبعا العقيدات الجلدية تكون حاوية على الكونجاكتفايتز او التهاب تكون حاوية على الطفايل البالة طبعا غاني شو راح اشوف هاي العقيدات لما اجي اباوع عليها بالعين المجردة او انه اجسها راح اشوف وجود يعني بتجس عن طريق اني عن طريق ما اجس العقدة راح اشوف انه العقدة تحاوية على الادلت هو الدودة البالغة طبعا هنا العقدة مين راح تتكون العقدة راح تكون حاوية على خلايا التهابية حاوية على انفلماتوريسيال حاوية على فايبروتيكتشيو حاوية على انسجة المتليفة بالإضافة يكون هذه القنسجلة المتلفة تكون بنسبة مختلفة وبعد ذلك شوف الصلب العقدة ستحصل بها تتكلس طبعاً أنا وين راح أشوف المصاب المصاب راح يون تصاب يعاني المريض من تضخم بالعقد اللنفاوية الأربية أو العقد اللي هي الفخضية إذن وين يتستقر الـ Lonekocircate تستقر بالعقد اللنفاوية اللي تحتجد خاصة في العقد اللنفاوية الأربية والعقد اللنفاوية اللي تحتفل الفخض هاي المناطق اللي راح تستقر بيها يستقر بيها التفايلين والسبب طبعا التهاب localization تسبب التهاب موضعي بالأعضاء التناسلية والفتق الأرابي التهاب الجلد طبعا أنكو سيركت سبب التهاب الجلد اللي هو سببه هو وجود المايكروفاليارية سببه هو وجود المايكروفاليارية طبعا المايكروفاليارية راح تسبب لي حكة بالجلد طبعا وهذه الحكة الشديدة الدل أو أنه تعتبر كماركة على أنه الشخص مصاب بإصابة خفيفة الشخص مصاب بإصابة خفيفة طبعا الـ skin lesion دائما أنا أشوف الـ skin lesion مرح يتكون الـ skin lesion يتكون من طفح الجلدي هذا طفح الجلدي آفات ثانوية أشوف تقرحات أشوف لقني لقني فكشن أشوف تقرحات تقشرات بالإضافة إلى أنه أشوف مائلز آر مجرية لنفو أدينو باثي أشوف اعتلال عضلي يكون يعني يكون خفيف إلى ومتوسط ويمكن أيضا أنشوف تشوهات الجلد الأخرى نشوف أيضا وجود تشوهات أذر skin أيضا أشوف تشوهات جلدية أخرى التي تضمن مثل تجاعيد تضمن الضمور الضمور البشرة أو فقدان المرونة مال البشرة عندي أو أنه الجلد قد يصاب يعني أنه يصير بيترحل بالجلد تكون طيات بالجلد لذلك يسموه يسموه هندق قرون يسموه الجلد المتدلي أيضا تسبب لي الأنكوسير كده يعني تسبب لي أيضا يعني الأكزيمة بالجلد يعني أو التهاب موضعي بالجلد أو الأكزيمة الجلدية أو سبب التقرن أو تقلة قلة الصباح الأصفال وهي طبعا نشوفها في مناطق محددة خاصة عندي باليمن والسودان الأي الأي ديسيز أحنا قلنا هي وحدة بالعلمات السريرية اللي راح يسبب لي أها الأنكوسيركة هي اللي بلنس اللي هي العماء الليلي بسبب أنه هي العماء بسبب أنه الباكسر أو الانترميديات هاوس اللي اللي يكون حاول على الانفكتيب اللي هو راح يكون موجود وين يكون موجود أو يتكاثر بالمناطق العذبة مناطق النهرية هنا عندي يسبب لي دائما الأنكوسيركة الش راح تصيب السبب لي ضعف البصر الخفيف إلى العمل كامل السبب لي يعني ما يلض مجرال يعني يعني يمبرتمنت لكومبوليت بلنس يعني السبب لي ضعف البصر يعني إلى العمل كامل طبعاً وين هي تكون تشمل لي؟ دائماً تشمل لي الأجزاء الأمامية من العين طبعاً الشاحس السبب لي السبب لي التهاب القذحية التهاب القذحية النقاطي أو ما يسموه نقطة الثلج إنه شاحس تسوي لي نقطة بالقذحية وان عين بيضة لونها أبيض يسموها ندفة الثلج أو يسموها التهاب القرنية النقاطي اللي نقاطيه يأخذنا أو ينطينا شكل نقطة بيضة السبب لي ارتشاعات حادة أو أنه تسبب لي التهاب القرانية المتصلب التهاب القرانية المتصلب أو السبب لي التهاب القزحية الأمامي أو السبب لي التهاب بؤب العين بسبب أنه اللارفي اللي تخترق الconjunctiveitis هنا ناس راح نشوفها شكلها إن شاء الله بالصور الدياغنوستيك إشارة أشخصها عن طريق أنه هنا الطفيل هو راح يكون اللارفي أو أنه سيستقر بالعقاد فيأخذون قصاصة من الجلد ويبدون هذه القصاصات من الجلد يبعثوها للPCR الPCR هو راح يشخص لي نوع الطفيل المسبب لي نوع الطفيل أو نوع الcontinuous phylerosis اللي يصاب بها الإنسان العلاج هو دائما يستخدم الافرماتين هو العلاج المناسب حتى يعاجون يعني يعاجون النوع الأخير اللي هي يبني الcontinuous phylerosis اللي هي اللوه-لوه اللي هو عتبره قاني ال... القوز دف اي جنت هو يعني هو continuuous phylerosis اللي هو سميه اللوه-لوه الإنسان يعتبر هو المضيف النهائي العامل الناقل اللي هو اللي هو نوع من أنواع الذباب اللي هو راح ينقلي العدوى إذن نحن قلناها يعني تسبب لي مرض العمى أو أنه لبنانس طبعا هذا وين يكثر المرض يكثر المرض بالتوبك أفريكان بالمناطق الاستوائية الأفريقية طبعا الناقل هو نوع من أنواع الذباب يسموه دير فلاي الذبابة الغزلان هي اللي تكون ناقلة للمرض الأهم العلامة السريرية نسميها كل بردس سولنج كل بردس سولنج هي عبارة عن الطفيلي أو اللاردي أو أنه الفليريا راح تواني تهاجر بالعين ونصيب لي قزحية العين أو أنه تسبب لي حدوث الأوديما أو التورم اللي راح يصير حول الكونجكتفايتس حول ملتحمة العين فبين أشوف أنه القزحية مع العين حاوي على اللاردي أو أنه التورم بالعين وداخل العين أشوف وجود اللاردي أقول أنه هذا هو طفيل اللواء لوا هذا هو شكل الباكتر اللي هو راح ينقل لي المرض اللي هو سميتها الضبابة الغزلان هذا هو جدا شوفون اللواء لوا هاي بالعين هنا لنا تكون اللاردي موجودة لما أشوف اللاردي إنه عقول الإصابة هي عن طريق continue spheriosis اللي هي من النوع اللواء لوا إن أنا أشرح السبب لي السبب لي local information أو تفاعل بالجلد يعني اللي هو أو التورم اللي يكون حول العين العين راح يتورم بسبب أنه هذا التورم بسبب بسبب هجرة اللاربي هجرة اللاربي اللي هي هي اللي راح تنطيني هذا التورم أو الأوديما اللي راح تصير يعني حول الأشفان ودائماً يعتبرون المرض اللي السبب ليه لوه لوه هو بناين يعني بناين هو مرض حميد مقاناً بأنواع الأخرى هذا هو شكل اللارفي شوفوا شكل اللوه لوه موجود داخل قرانية العين اللي حتى يسبب لي حدود الفونجاكتبايتس هنا نهي أيضاً صورة مع العين لشوفون شكل كفايري شون راح تنتقل الجودة؟ تنتقل الجودة أو اللوه لوهي تنتقل عن طريق الفلاي الفلاي طبعاً تكون حاوية على الـ LARP3 طبعاً تجي الفلاي أو جير ذبابة الغزان تأخذ وجبة دم من الإنسان راح تحقلي LARP3 LARP3 وراح تروح بالـ Continuous Tissue و تكون لي العقد هذه العقد بعدين داخل العقد راح تتكاثر تكون لي عقدة تحت الجرية تتكاثر بيها لما تتكاثر راح تناتيني Microfilaria اللي راح تروح أموال للنغ أو تروح لمجرى الدم لمجرى الدم لما تجي لـ February ذبابة الغزان تأخذ وجبة دم ثانية من الإنسان راح تأخذ Microfilaria الموجودة في دم الإنسان الميكروفilaria راح تهاجر للعضلات الصدرية بالعضلات الصدرية راح تعانيically INSLACات تتحول به الى الاربي 3 اللي هي الاربي 3 توصل للموت من الفلاي بعد ذلك راح تحقن الانفكتي بستيج داخل جلد الإنسان وتسبب لحدود الانفكشن يعني الامراضية ما توجد استجابة التهابية طبعا لا توجد استجابة التهابية للمايكروفاليريا يعني بالأشخاص المايكروفاليريا أو بالدودة البالغة لكن نشوف شنو نشوف فرض حساسية هذا الفرض الحساسية أو تفاعل حساسي تفاعل حساسية شو سبب لي يعني هشوفها بالأسجل في تكوى اللي أوديما تحت الجلد بسبب انو شنو بسبب حجرة الاربي هذا نسميه هذا التورم اللي راح نشوفه دائما بالأجفان بالأجفان أو حول العين راح نشوف انو السبب هو السبب هو هجرة هجرة المايكروفاليريا أو يعني مايكروفاليريا اللي هو اللوا فدسبب لي حدوث الكاربا يعني كاربا سوالين انو بالإضافة الى السبب لي الكونجاكتفايتز التهاب منتحمة العين بسبب انو هجرة فجرة المايكروفاليريا الى الاي التشخيص طبعا هنا انا قالي تشخيص عندي تشخيص انو اشخصه عن طريق ملاحظة او مشاهدة المايكروفاليريا مشاهدة المايكروفاليريا بالبلد بلد السمير اللي انا راح اسويها اما فحصات السيروجية ما عندي فحص سيروجي شخص المراب وايضا اعجل اعتمد عمل السريرية من حيث انو اشاهد وجود اللاربي اللي ستكون موجوده داخل قرانية العين العلاج راح اخلي بالي انو استخدم الدي اثير الكربامازايز اللي هو يعتبر لي العلاج اللي راح يقضيلي على المايكروفاليريا ويقتللي الاداة لكن في حالة من لاحظ انو وجود في حالة انو وجود الديدان البالغة في العين لازم انو اخلي بالي انو نتريتمنت فراح يفيدني لازم انو اخلي اسوي سيرجري لازم اسوي انو استئصار جراحي انو ازيل اللاربي وبعد ذلك انطي وانطي انطي فلريوسيز حتى انو اتخلص من الاصحابة اللي سببت ليها سببت ليها الكونتونيوس فلريوسيز اللي هي اللو اللو انتهت محاضرتكم هذا اليوم عدكم سؤال أو في الشي مواضح طلاب عدكم في الشي مواضح إذا ما عدكم في الشي تفضلوا اسبوع الله ان شاء الله يكملوا وياكم بيتور على طلاب إذا ما عدكم في الشي تفضلوا بعد ما عندي وياكم شي اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة